في موازاة ذلك تشهد مراكز التطعيم في مملكة البحرين قبالا متزايدة من قبل المسجلين وكبار السن على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا تعزيزا للجهود الوطنية لتحصين المجتمع وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلق الجرعة الأولى من اللقاح بلق حتى ليلة أمس الخميس أكثر من 642 ألف شخص فيما بلق عدد من تلق الجرعة الثانية أكثر من 507 ألاف شخص هذا وجددت وزارة الصحة التأكيد على أن أفضل وسيلة للتصدي للفيروس وخفض معدلات الانتشار هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر